بسم الاب والابن والروح الكدس اللي بتكشف عن روح الله في الإنسان وقدي إيه روح ربنا بيسمر في حياة الإنسان لحساب ملكوت الله حدث من الأحداث اللي مرت بالبشرية بتكشف صورة الإنسان ما قبل المسيح له المجد وصورة الإنسان بعد لقاءه بالمسيح بيقول في إنجيل معلمنا ماري متى البشير الإصحاح الاثناشر من أول 22 ل37 بيقول حينئذ أحضر إليه أعمى مجنون وأخرص فشفاه حتى إن الأعمى الأخرص تكلم وأبصر فدهش الجموع كلهم وقالوا العل هذا هو ابن داود أما الفرسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زابور رئيس الشياطين فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذ انقسم على ذاتها تخرج كل مدينة أو كل بيت إذ انقسم على ذاتهما لا يثبتان فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيد تثبت مملكته وإن كنت أنا ببعل زابور أخرج الشياطين فأبنأكم بمن يخرجون لذلك هم يصيرون قضاء لكم وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد وصل إليكم ملكوت الله أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته من ليس معي فهو عليه ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك أقول لكم كل خطية وكل تجديف يغفر للإنسان وأما التجديف على الروح الكدس فلن يغفر له ومن يقول كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من يقول على الروح الكدس فلن يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي يجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد أو يجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية لأن من الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فأنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح إنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدينونة لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك والمجد لله دائماً أبدياً أمين زي ما قلت لحضراتكم أحبائي أنه في صورة للإنسان وهو قبل مقابلته مع يسوع صورة الإنسان اللي محكوم عليه بالموت صورة الإنسان اللي فسدت طبيعته أعمى مجنون أخرص أعمى يعني مش شايف الطريق فكل تحركاته كلها غير مسؤولة عشان كده نلاقي إن في الرسالة معلمنا بولس الرسول في كنيسة كورنسوس يقول حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب عايز نور عايز نور الإنسان محتاج نور طول ما هو بعيد عن المسيح هو في ظلمه واللي يمشي وراه ينقاض في طريق مظلم وعشان كده أحبائي لما إنسان تلاقيه بيعمل الغلط تبص تلاقي الناس تنصحوا اللي حواليه وتقولوا ربنا ينور لك بصرتك ربنا ينور لك عينيك أنت أعمى لأن كل الأعمال اللي بيعملها لا يقبلها النور لا يقبلها النور إنسان أخرص مفيش فيه حكمة مفيش فيه كلمة ربنا مفيش فيه تصرفات تقول إن الإنسان ده عاقل يا مناسى أحبائي لهم صورة البشر وتبص لهم من بعيد كده تشعر إن الناس دي أصحاب مراكز أو أصحاب رتب أو أصحاب مهن مهن عالية ووظائف عالية لكن لما تقعد معاهم تلاقيهم ما عندهمش الحكمة ما عندهمش البصيرة ما عندهمش التدبير سنأخرص ما تقدرش تنتفع منه ما تقدرش تستفيد منه زي القيادات اليهودية معروف إنه هم أصحاب مقام وأصحاب رتب وأصحاب مراكز لكن للأسف للأسف المسيح له المد قال للناس لكلامهم اسمعوا لأنه هم بينادوا بالوصايا والنموس لكن هم ما بينفذوش لكن أعمالهم قوع تعملوا زيهم عشان كده أخرص مش مفهوم محدش فهمه ويقول إنسان مجنون إنسان غير عاقل يا طبعا الإنسان اللي بعيد عن ربنا أحبائي بتبص تلاقيه ليه تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة وتلاقي فيه ناس كتير بتهرب منه بتبعد عنه وده أمر بيورين لك هل المسيح اللي أنت أخدته في المعمودية سر المعمودية هل أنت فعلا محافظ عليه هل أنت لما اقتنيته سعيت إن أنت تزهره في حياتك ولا زي اللي أخد الوزنة وخباها المسيح اللي أنا أخدته في المعمودية بوليس يقول إن أنت لبست المسيح وأن أنت بقيت هيكل أن أنت بقيت هيكل وأن أنت لابس المسيح ويقولون أنتم رائحة المسيح الزكية هل أنا فعلا بحافظ على هذه الأمور ولا أنا خدتها وابتديت أرمي عليها أعمال الظلمة وأعمال إبليس فبقيت أخرص وبقيت أعمى وفقدت الحكمة وفقدت الاتزان لكي يقول الراجل ده لما جابوه قدام المسيح لو المجل اتكلم اتكلم وشاف يعني إيه الكلام ده قال المقابلة مع المسيح خد بالك موسى اللي سود هنحتفل به في واحد سبعة يقول كده أن كان عايش في الظلمة كان ليه أعمال جنون كان غير عاقل ما كانش له في كلمة ربنا ما كانش له في أعمال النور خالص لكن بمجرد ما دخل وقعد مع القديس إسيزوروس وابتدى يقدم توبة وابتدى يرجع لربنا يقول أنه هو تغير ها قد صرت أبيض يا أسود اللون تخيلوا أحبائي إيه قيمة سر الاعتراف عايش تعرف قيمة سر الاعتراف حقيقة أن أنا مش رايح أقعد مع ابونا أنا رايح أقعد مقابلة شخصية مع المسيح أنا باجي أخرس وأعمى ومجنون الخطيئة بتبهدلني الخطيئة بتشوه سرتي وبمجرد ما باعد هو بيكتشف الظلمة اللجواية هو بمجرد ما أعد قدامه في جلسة الاعتراف هو بيشرق بنوره علي هو اللي بيخليني ألفز الخطيئة زيما هو طرد الموت من جواه لما الموت هجم عليه على خشبة الصليب هو لفظ الموت الموت لم يستطع أن يمسكه فكونك أن أنت توقف في قاعدة الاعتراف قدام المسيح بيحصل على طول معركة سريعة المسيح بيلفز الموت من حياتك بيطرده عشان كده يقولك فدوش الجميع كلهم الناس اندهشت أنت تندهش تخش محصور وتعبان ومكتئب ومهموم وحزين من الخطيئة تطلع من سر الاعتراف فيه منتهى البهجة وفيه منتهى السعادة فيه هم تشال ها قد صرت أبيض يا أسود اللون شوف كده مريم المصرية لما دخلت الكنيسة في القدس وربنا حطلها زي إحساس الحجز ما ينفعش تخشي ما قفلهاش حد قد على الباب ده هي لقيت مش قادرة تخش مش قادرة تخش وده بيحصل للنهاردة فيه ناس يجوا لغاية باب الكنيسة مش قادرين يخشوا وتلاقيه يحوضوا برجلهم ويرجع تاني وناس تيجي لغاية المناولة وترجع تاني مش قادر الخطيئة عم يعنيه الخطيئة زلاة الخطيئة مش قادر يواجه النور وعشان كده من بعيد يبعده وناس كتيرة تشتكي وفي قلب القدس فيه حروب انت تنفع تخش تتناول ده انت فيك وانت فيك وانت فيك ايه المطلوب قال مواجهة مواجهة زي ما حصل الانسان ده وقف قدام يسوع الارادة تجبني وتوقفني في سر الاعتراف فيقوله كده عن مريم المصرية قدمت توبة عند الاب الاسقف وخرجت من الكنيسة على البرية وعاشت حياة جهاد واللي كانت بتستعرض جسدها وبتبيع جسدها لما القص زوسيم قابلها في البرية بعد سنين طويلة تقوله لو سمحت ابعتلي الرداء بتاعك عشان تسطر به يا يا شفت التوبة بتعمل ايه بتسطر الانسان تسطر الانسان بحيث انه هو ما يقدرش يعري جزء من جسده ما يقدرش يعري جزء من جسده اللي كانت بايع جسدها للخطير شان كده احباقي الناس اندهشت بس للأسف كالعادة كالعادة الناس ما بيعجبهاش عمل ربنا اي عمل للنور الناس تحتاج عليه ودي ناس معينة وناس مخصصة ابليس عمله جنود كل عمل الفضيلة وكل عمل لحساب الملكوت لازم تلاقي كده جيش ابليس وكتيبة ابليس وفرقة الظلمة تقوم على النور فيقول كده وقالوا العالة هذا هو ابن داود تعال كده شوف واحد تاب الناس اللي حوالي تقول ايه تعط التاريق عليه او تعط تغريب الخطية ليه مش عايزين للأسف هم قال طيعة في ايد ابليس وبعدين يقول لك ايه لما الفريسين سمعوا قالوا دا ما يخرجش الشياطين الا ببعال زابور رئيس الشياطين طب انت تفرح ان الانسان خف طب تعال نسبح ربنا ونمجد ربنا تعال نفرح بعمل ربنا مع الانسان لا نتهم نتهم ان العمل دا عمل من ابليس ولكن المسيح لهالمجد قال لهم انا اخرج بروح الله انا اخرج بروح الله عشان كده لما تتقابل مع المسيح وتقبل المسيح شوف المسيح يقول لك ايه لذلك اقول لكم كل خطية وكل تجديف يخفل للانسان ايا كان خطيتك وايا كان ضعفك وايا كان عيبك وايا كان عمق الخطي وبولس يقول عبارة جميلة قوي يقول حيثما كسر الاسم هناك ازدادة النعمة يعني ايه يعني مهما زي مريم المصرية وموسى قد ايه كانوا بعاد شوف ايدرب بين وطلتهم ورجعتهم شوف بقيسة لما يروح لها يحنس القصير وفي جلسة يتوبها وياخدها في ايديه ويطلحها البرية وتتنيح في البرية ويسمع صوت يقوله من لحظة متابت قدامك قبلت طبت يا ربي ايه ايه الحلاوة دي ايه العز فيه اللي في الانسان اللي قرب من ربنا وده حلاوة ربنا يقوله ما تخافش ايا كان اللوحة بتاعتك سودة انا ابيضها لك ايا كان خبرتك في الشر انا امسح حالك خطياكم لا اعود اذكرها خطياكم لا اعود اذكرها طب بس انت قلت رب اما التجديف على الروح الكدس لن يخفل له ايه ده قال التجديف على الروح الكدس ان انت لا تؤمن بعمل الروح الكدس الذي يرشد ويبكت ويعلم ويذكركم بكل ما وكل ما قلته لكم ان انت تقول ان روح ربنا ده عمل شطان عشان كده انت بتنسب لروح ربنا انه هو شرير فيقول لك لن يخفل له يعني انت مش حتوب الوسيلة اللي بتتوبك انت رفضها فازاي حتوب فانت كده ضيعت نفسك رميت نفسك في التهلوك عشان كده دي الاية الزهبية والعدد الزهبي في انجيل هذا الصباح الباقي كل خطية وكل تجديف يخفل الانسان تخافش تعالى وقدم طوبة في مغدعك وفي الكنيسة هتقبل طوبتك وحتخفر خطيتك لكن لو شعرت ان روح ربنا صعب عليه ان يخفر لك الخطية ازاي ازاي يبقى انت كده اللي بتضيع نفسك عشان كده احباقي يقول اجعلوا الشجرة جيدة واسمرها جيد انت النهاردة في المسيح يسوع كشجرة مغروسة على مجار المياه ايه اللي احنا تعلمناه في البيت تعلمناه في البيت قعدنا فطرة بلا وظيفة وبلا عمل وبلا حركة يعني معاك وقت تصلي معاك وقت تقرى في الانجيل يبقى انت من كنز قلبي صالح يخرج صلاح سن بيعرف الكتاب المهدس بيعرف سير الاديسين تفتكر ممكن يقدم لك ايه ممكن يقدم لك ايه ممكن ينشغل بايه احذر احذر ان ان انسان انسان احذر 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 لكن tern احذر يدخلك في ارتبكات ايمانية او كتابية او كنسية اهرب منه كمن تهرب من الحية اللي ممكن تلدغك لانه ده لا يخلص نفسك ده يجرك للتهلك ويجرك لحياة الظلمة عشان كده يا حبائي يقول كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدينونة بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك كيف كلامك يبررك قال الكلام المقدس كلام الفضيلة الكلام اللي يبني الكلام اللي يقربني من اخويا ويقربني من ربنا ويقربني من السماء لكن كل كلمة تنسى عن شقاق وتصنع تجديف وتصنع ارتباك هي من ابليس هي من اعمال الظلمة حبائي روح الله الكدوس سهران في الكنيسة النهاردة يرشد ويعلم ويذكرنا بالحياة الابدية ويذكرنا باقوال مسيحنا لكي يقودنا في موقف نصرته لكي يقودنا لطريق الملكوت لكي ما نتعلم من مسيحنا ان هو يريد رحمة لا زبيحة يريد خلاص النفوس يريد انسان بسيط القلب تيجي عند ربنا حياتك هتتغير وعشان ربنا عارف ان انا كل مطلع للعالم اتوسخ من العالم واجي اجر عليه فخلالي سر التوبة وسر الاعتراف وسر الافخارستية مفتوحين موجودين على رأي احد الاباء ابني قال يا ابونا انت شايف ايه الايام دي لا الناس بتسأل على اجتماعات ولا الناس بتسأل على مسابقات ولا الناس بتسأل على اي حاج الناس كلها نفسها تخش الكنيسة تتناول تحضر قداس وتتناول هو ده الانسان اللي بيسعى الملكوت الله العزات والمسابقات في الكتاب المؤدس هو ده كتابك المؤدس تشبع منه مخدعك الانسان المسيحي كتاب مؤدس مخدع سبيحة وتناول ربنا يدينا احبائي ان احنا يكون لنا حياة مقدسة في المسيح الهنا نتمسك بكلمة الحياة الابدية نتمسك برؤية الله عندما ندخل الى مخدعنا ونقف امامه ونتمتع بالحديث الالهي بنا وبينه ونتمتع بالشركة المقدسة من جسد ودمه ولإلهنا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين